موسيقى شرفني سيادة الرئيس الباشي قاية السبسي باستقبالي وأنا كنت طلبت باش نشوفه لموضوعين اثنين نعرفه يستجيب لهم وهو قبل أن يصبح الآن في قمة الدولة كنا أصدقاء ونشوف بعضنا دائما الموضوع الأول اللي كلمته عليه واللي هو موضوع واضع ودقيق هو موضوع اللي كلمت فيه رئيس السلطة التنفيذية من قبل سي حبيب السيد وهو تكوين نوادي الاختلاف حتى يكون الشباب متاعنا عندوا طريقة في البحث والتمحيس ويفهم وياخذ ويعطي أفكار إلى آخرية وهذا كان موجود وحتى من جملة الأشياء أن سيد رئيس الجمهورية قال لي السيل حبيب بوركيبة لا يرحمه كان يعتقد أنه إذا كان الإنسان ما عندوش أستاذ فلسفة يعتقد فيه يضيع يضيع مرة واحدة الآن هذا اللي هو حالتنا فيه الموضوع الثاني اللي كلمته فيه عليه هو أنه خارج المستشارين الموظفين اللي هما يخدموا في خدمتهم مية في المية لازم يعمل مستشارين اللي هما ما عندهم حتى وظيفة عنده إلا أنهم من أعيان البلاد الفكريين ويقعد معهم وكل مرة في شهرين مثلا نقترح علي كل مرة في شهرين لأنه مرة في ثلاثة شهر يسر مرة في شهرين يقلوله على المردود متع وجوده ومتع تحركاته سواء في الخارج أو في الداخل ويكون هاكل وقت هذاك يعمل به اللي حب تكون عنصر من عناصر تقويت شخصيته وتقويت الصداة متاعه وتصداة متاع أعماله داخل البلاد